بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب الفخامة رئيس جمهورية ناميبيا وصاحب الفخامة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية معالي سيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدات معالي سيد الأمير العام لمنظمتنا الأممية سيدات فضليات سيدنا فاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا غيب أن عالمنا اليوم يمر بمنعطف مصيري بالغ الخطورة والحساسية من جراء المخاطر المتراكمة لمختلف تحديات الأمنية والتنموية والمناخية التي تواجه شعوبنا ودولنا على حد سوا فمثل هذه الظروف الاستثناءية تعيد إلى واجهة العولويات ضرورة إعادة الاعتبار لما يجمعنا ويوحدنا تحت قبة منظمتنا الأممية التي ندعمها دعماً مطلقاً لأننا نثق تماماً تماماً ثقاً أنه لا بديل لها ولا غيناً عنها من هذا المنظور فإن قمة المستقبل التي نحن بصداد تحديد لها لا ينبغي أن تكون مجرد حدث عاد أو مناسبة عابرة بل على العكس من ذلك تماماً فإن هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه أولاً كمحطة فارقة لتجديد تزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في المثاق الأممي تلك المبادئ والقيم التي وضعت من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة ثانياً كفرصة متجددة لاستدراك ما فاتنا من مساعي هادفة لبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات التي تتقل كاهل المجموعة الدولية ثانثاً وأخيراً كركيزة صلبة لاستشراف أفاق مستقبل أفضل في ظل منظومة دولية متوازنة وعادية منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء لجميع ومنظومة تنهي التهميش الذي طال أمد بحق الدول الإفريقية ومنظومة تستجيب لشعوب المضطهدة وتمحي آخر آفات من آفات العقود الغابرة ألا وهي آفات الهيمنة والاحتلال والاستعمار وبناء على هذا أدعو قادرة العالم إلى الانضمام إلى هذا المسعى النبيل وإلى حجر جهودنا بغية ترجمة ما ستجتمع عليه قيمنا من مخرجات إلى نتائج فعلية تحفظوا مصالح الأجيال القادمة والحالية شكرا على كرامي ريسوها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر